السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات أخواتي كديري يلبس عليكم بخير هنين كراكم زيانين نتمنىكم قاعدكم باخر وعلا خير فإنما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم أجيت إن شاء الله سنتقسم معكم غرطان أو خضر في الفرن بيدو اللحم بلا جج بلا لحم بلا كفتا بلا طن بلا حتى شي حاجة فقط الخضيراء بوحدها كي تجي صحية الليدة ما تشبعوش منها بطريقة فقبل ما نبديو الفيديو ديالنا ننسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كذلك أخواتي ما تبخلوش ريب واحد اللايك على الفيديو وانتما كتفرجوا وإلا كنتوا الأول مرة تشاهدوا هذا الفيديو فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مع لكم ما تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش فقط توصلوا بكل ما هو جديد ندوزو دبل طريقة والمقادير مع بعضياتنا فباسمي الله على بركتي الله أول حاجة بغيت نبديلكم هنا كي جاكم تصوار كي جاكم التغيير اللي درت يعني هات تغليفة اللي درت للرخام أو اللي درت البطاجين يعني كي بلكم تصوار واش كين شي فرق يعني ما بين دابع ومن قبل ومن بكل شي خليلي في الكوماتيخ قبل ما نبديو الوصفة ديالنا هدي أول وصفة صورتها معكم من بعد ما غلفت يعني البطاجين ديالي أو المطبخ والرخام كي جاكم هاد الويديو فاندوزو دبل وصفة باسمي الله على بركتي الله فوحد الإناء خديت حباء ديال القرعة أو الكورجيد أيضا حباء ديال الفت حباء ديال جازر أو زرودية أو اللاخيزو اللي كان حيدولو ذاك العرق يعني ذاك القلب اللي كان من داخل أيضا حباء ديال البطاطا حباء ديال الفلفلة حلوة اللي كتعجبوه فلفلة حراء يضيفها حتى هي نجد حبات ديال طماطم أو ديال ماطيشا حتى هما مهمات الخضيرة كاملة نقطعوها مربعات كيفما تلاحظوا معي كلها مقطعة بالنفس الطريقة يعني كنقطعوها شوية كبيرة غدي نولي نتكر معكم الخضراء استعملت الكورجيد البطاطا فلفل حلوة الجزر أيضا ماطيشة كيفما تلاحظوا وحبا ديال الفت زيتنا واحد الكمية ديال الجلبانة الجلبانة صار حبز زاف ديال الأخوات كيفما سبق وذكرت معاكم كي سولوني منين خديتي الجلبانة أنا أخواتاتي دائما فشكا تكون يعني لقيتها ديال الجلبانة كناخدها كواحد الكمية زوينة كننقيها وكنغسلها مزيان وكنديرها كتقطر ومن بعد كنديرها في أكيس وكنديرها في المجمد بعد نسبه الجلبانة كيفما قنا نعرفو كنحتاجوها بثاف ديال الوصفات في اليصالات في طويجن حواجات بحلوة تنبخرين مع الروس كنحتاجوا فى الجلبانة ودائما هاتي الطريقات ديال الاهتفاض اللي كنحتافض بها ومي بغيتو الطريقة ديال احتفاض ديال الجلبانة خلوا هالي وإن شاء الله نبغتاجها معاكم يعني فاش الدين وقيتها ديال الجلبانة مبغتاجها معاكم على الرأس ونحل صفياة الكمية نضيف ملعقة صغيرة من بابريكا او فلفل احمراء معلقة صغيرة من بلدي معلقة صغيرة من سكينجبير الملح على حسب الذوق نضيف مصف كاس من زيت الزيتون تقريبا 1 جوجة معلقة كبيرة من زيت نباتية اللي هي زيت العادية هذه المكونات او التوابيل اللي وضعنا نذكر معكم مهم جميع التوابيل وايضا الخضار استعملت البطاطا كورجد الجزر طماطم ايضا اللفت عندي فلفل حلوة كيف ملح توم و جلبانة ايضا واحد الكيمياء دي الربيع ثلاثة ريسين ديال التوماء والتوابيل احتاجه الفلفل الأزواد كينجبير الخرقون بلدي البابريكا او فلفل حمراء ايضا الملح و نصف كاس من زيت الزيتون و نجمع الكبار من زيت نباتية بعد نخلطو كل شي مزين كيف ما نضعو حتى نقصو ذاك الخضيرة كلها بالتوابيل اللي وضعنا ناخدو هنا واحد المول ديال الفرن و نفرغو فيه ذاك الخضيرة اللي درنا نقصو نقصو بالنسبة لهاد الخضيرة هادي كيتشي لديدة ما تشبعوش منها كيف ما لاحطو معي ندرنا فيه لا تجاش لا الحم لاحط فقط الخضار يمكنكم تحضروها اللغضة اللعشة كيتشي لديدة انا الصراحة دائما كنديرها و بطبيعة الحال إلا ما كانش متوفرة عندكم شي خضره من هاد الخضر هادو يبكلكم يعني ما تضيفوه مشي اني تستعملو الخضيرة اللي عندكم ايضا إلا كانت متوفرة عندكم الدنجال او البدنجال حتى و قطعوه بنفس الطريقة و وضيفوه ايضا لوبية شعره مهم على حساب الخضيرة اللي متوفرة عندكم هنا بعد ما كتديرو الخضيرة ديال فران كتزيدو عليه كاس ونص ديال لمع نفس الكاس اللي عبرنا به الزيت صافي ونغطي المول ديالي بوحد الورق ديال السبتة ندخلو الفران خليه ما بين 30 دقيقة حتى 35 دقيقة سوف يكون واجد بعد ما خرجتم الفران كيف مما تلاحظو صافي الأكلاة ديالنا واجدة او قراطة لاخضيرة ديالنا في الفران كتكون واجدة في الساعة كتب مكتاخدش مدة طويلة صافي هنا كما تلاحظو سوف نحيد معكم احطريف باش تشوفوا خضيرة ديالنا كتجي لديدة وايضا كتجي معلكة في نفس الوقت فانتمنى من اخوتي اخواتي انكم تجربوها وتردو عليها ما تنسوش إلا جربتوها وعجبكم بالفيديو او عجبتكم الوصفة تبرتجوها مع اخوتكم وصحابكم مع جهة الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امران لكتو جداد لأول مرة تشاهدوا الفيديو لكتشاهدوا هذه القناة مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم واتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقى تصوك كل ما هو جديد ما تبخلوش عليها بلي لايكات ديالكم تعرفكم زوينة المحفزة على الفيديو وهذه هي الوصفة ديال اليومة كيف مالحتوا معي اقتصادية جدا وإلا بغيتوا بطبيعة الحال نبقى نتقسم معكم وصفات او واجبات لغدال اللي يكونوا بدون لحوم اشتركوا في القناة ايضا ما تنساوش تقولوا لي كي جاكم هاد الفيديو كما قلت لكم بعد مما غلفت البطاجين ديالي او الرخام المهم لي ما شفش الفيديو راه ديجا بقطاجت معكم فيديو قبل من هذا يعني تغيير ديال المطبخ دياليك مهم خوتي اخواتاتي الى بقى انكتشاهدوا الفيديو حتى لده بقى نقول لكم شكرا بزافة والحسن المتابعة ديالكم ما غدية نطور عليكم كتر من هكت السلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة